مستمعي الكرام في كل مكان وزمان نستطيع من خلال بياننا لملامح الدعوة في جانبها العقدي وفي جانبها التشريعي وفي جانبها الأخلاقي أن نبرز ملخص خائص التي تمتاز بها الدعوة أو ملامح الدعوة في هذه الجوانب الثلاثة وهذا ما عقدنا له هذا الدرس من الوحدة الثالثة الملامح العامة لمناهج الدعوة وخصائصها بعد أن بينا الملامح نبين خصائص الملامح فهذه الخصائص العامة للمناهج الدعوية ونستطيع إبرازها في العناصر التالية إننا نستطيع أن نبين إجمال الخصائص العامة في هذه النقاط خصيصة الإنضباط أيضا خصيصة التدرج أيضا خصيصة الاستمرار بمعنى أن الخصائص والمميزات التي امتازت بها هذه الملامح سارت في إطار هذه النقاط الثلاث الإنضباط والتدرج والاستمرار ما المقصود بهذه جميعا؟ أولا المقصود بخصيصة الإنضباط هذه الخاصية إنما المقصود بها الالتزام بالأحكام الشرعية فكلما أبرز الداعية للناس التزامه بالأحكام الشرعية قولا وعملا نبع ذلك على قلوبهم وعلى نفوسهم وحقق هذا الملمح هذه الخاصية وامتاز بها فإن الداعية يجب أن يلتزم بالأحكام الشرعية في جميع أموره وتصرفاته والمناهج البشرية التي يضعها الدعاة للناس لابد أن تكون هذه المناهج منبثقة عن المناهج الربانية التي جاء بها الكتاب والسنة ولا يتصور أن يتمكن بشر ما من وضع منهج أهدى وأقوى مسبيلة من منهج الله عز وجل يقول تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن يهدي فالبشر يسيرون على هدي القرآن ولا يمكن أبدا أن يتقدم هدي البشر أو صنع البشر على هدي الله تبارك وتعالى هذا ما ينبغي أن يبينه الدعاء وهذا ما كانت عليه خصيصة هذا الانضباط أو هذا الملمح من ملامح الدعوة يمتاز بأنه منضبط كذلك من الخصائص والمميزات التي امتازت بها الملامح الدعوية خاصية التدرج الأصل في المناهج أن تكون متناسبة متناسقة مع من وضعت لهم بحسب أعمارهم وأحوالهم ومستوياتهم وإلا كان أداء الدعوة باهتة ولم يكن له من آثر في نفوس المدعوين وهو بعينه منهج القرآن الذي كان يتناسق مع كل عمر وحال ومستوى من مستويات البشر يقول الحق تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كان القرآن الكريم يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث والوقائع وهذا ما يؤكد على أن نزول القرآن كان متناسبا مع أحوال البشر ومستوياتهم وما تتطلبه معايشهم أيضا من الخصائص والمميزات التي امتازت بها الملامح الدعوية خصيصة الاستمرار إن خاصية الاستمرار تعني أن المناهج الدعوية ينبغي أن تكون مستمرة لا تنقطع وهذا ما كانت عليه المناهج الدعوية الإسلامية لأن الدعوة الإسلامية حركة مستمرة على مستوى التبليغ والتعليم والتطبيق لا تتوقف عند زمن ما ولا عند حال ما بل إنها لا تتوقف ما دامت هناك حياة للبشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقول تبارك وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى وافته منيته صلى الله عليه وسلم ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد على هذه الخاصية لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتاغ الجنة يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت أبدا كما كأنك تموت غدا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك النبي في حديثه وهو يمؤكد على هذا الملمح أو هذه الخاصية من ملامح الدعوة اشتركوا في القناة